أعلنت الجمعية السعودية لعاقة السمعية عن قرب انتهاء القاموس الإشاري السعودي الموحد الذي يعد أول قاموس إشاري سعودي وخلال مؤتمر صحفي أعلن عن افتتاح مركز الترجمة والتدريب والذي سيخدم 450 ألف من الصم وضعاف السمع على مستوى المملكة وتهدف الجمعية من خلال هذا المشروع إلى تدريب المترجمين وإصدار بطاقات الترجمة من جهة معتمدة كما أعلنت الجمعية عن العديد من المشاريع التي تخدم فئة الصم وضعاف السمع في المملكة